اشتركوا في القناة الحكايات والقصص قصتنا اليوم بعنوان الفتاء الملعونة والساحرة الداهية قصة خيالية مسموعة من أرقى القصص المشوقة قبل النوم اعمل لك الفيديو واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات وهذا يسعدنا كثيرا ضع السماعات واستمع كان يا مكان في قديم الزمان في أرض بعيدة رجل أرمل اسمه سلم وكان يعيش مع ابنته واسمها سماح وكانت أمها قد انتقلت من هذا العالم بعد أيام قليلة من ولادتها نشأت سماح نشأة صالحة وازدانت بكثير من الفضائل وكان أبوها قد عودها أن تطيعه طاعة عمياء فكانت لا تخالف له أمرا من الأوامر وكان كل همه أن ينتزع من نفسها رزيلة الفضول التي تعيب أكثر الناس فما كانت تخرج أبدا من حديقة المنزل المحاطة بالأسوار العالية ولكانت ترى أحدا غير والدها فلم يكن في المنزل خدم ولا حشم وكان أبو سماح يغمرها بجميل الملابس والألعاب ويمعن في إدلالها وجلب السرور إلى نفسها وكانت سماح قد ألفت هذا الصنف من العيش وأحبته وما خطر ببالها قط أن تنتقل إلى عيش سواه وكان في نهاية الحديقة كوخ بغير نوافذ وله باب واحد مغلق دائما وكانت سماح تظن أن الكوخ مكان توضع فيه الأدوات التي تستعمل في تنظيف الحديقة وحرثها وذرعها فاحتاجت يوما إلى رشاشة تسقي بها أزهارها فقالت لولدها أعطني يا أبي دام فضلك مفتاح كوخ الحديقة فإني في حاجة إلى رشاشة فقال أبوها ليس في الكوخ يا سماح رشاشة من الرشاشات وكان صوت أبيها سلامة مضطربا حين لفظ هذه الكلمات فأطولت سماح النظر إليه واستغربت أن تراه صفر الوجه يتصبب العرق من جبينه فسألته قائلة ماذا بك يا والدي فقال لها أبوها لا شيء لا شيء يا ابنتي لا شيء يا ابنتي فقالت سماح هل أزعجك يا والدي أني طلبت مفتاح الكوخ ماذا في هذا الكوخ ولماذا أثور فيك هذا الهلع والإضطراب فقال أبوها سلامة ما فيه شيء يهمك يا سماح وإنك لتعلمين أني لا أحب الأسئلة وأن الفضول رذيلة شنيعة فلم تجب سماح ولكنها لبثت تفكر وتقول في نفسها ماذا عسى هذا الكوخ أن يحتوي ولماذا صفر وجه والدي عندما طلبت منه أن أدخل الكوخ هل خاف من الخطر الذي أتعرض له إذا دخلت هذا المكان العجيب ولكن أبي يدخله كل يوم لعله يحمل معه الطعام لوحش ضار محبوس فيه لا فلو كان فيه مثل هذا الوحش لا سمعت زائره أو خواره أو وقفت على حركته ومطربه على أنه لم يطرق مسمع أي صوت صادر من هذا الكوخ فالذي فيه إذن ليس بوحش وإلا كان التهم والدي عندما يدخل عليه ولعله مربوط برباط وثيق فإن صح هذا فأنا أيضا لا أتعرض لخطر من الأخطار إذا دخلته ولم يوقظها من هذه الأفكار والأراء إلا صوت أبيها يناديها بلهجة مضطربة فهرعت إليه ووجدته في حال مخيفة من الإصرار والارتياع فعزمت أن تتظاهر بالبهجة والسرور وعدم المبالع حتى تهدأ من روع أبيها وتتمكن من الظفر بالمفتاح وكانت سميح ستبلغ الخامسة عشر من عمرها بعد ثلاثة أسابيع وكان أبوها قد وعدها بمفاجأة لطيفة يوم عيد ميلادها فقال لها أبوها ذات صباح إني مضطر يا حبيبتي أن أغيب عنك نحو ساعة فانتظريني في المنزلي وحاذري من الفضول فسوف تعلمين بعد ثلاثة أسابيع ما أنت مشتاقة الآن إلى معرفته فاصبري وحاذري يا ابنتي من الفضول وقبل سلام ابنته وأبتعد سائرا إلى غايته فلما خلاء الجو لابنته سميح سارعت إلى غرفة أبيها ولشد ما فرحت فرحا لا يصف عندما رأت المفتاح قد نسيه أبوها فوق المنضبة فتناولته وجرت مسرعة إلى نهاية الحديقة وحينما بلغت الكوخ تذكرت كلمات أبيها حين قال لها حاذري من الفضول فترددت قليلا وكادت تعود بالمفتاح من حيث أتت دون أن تفتح الكوخ لو لا تنهد خفيف كان ينبعث من الكوخ فألصقت أذنها بالباب فسمعت صوتا ضعيفا يغني غناء هادئا ويقول أنا الأسيرة أنا الوحيدة وعما قليل ألاقي مصرعي في هذا المكان أثر في سماح هذا الغناء فقالت من أنت وماذا عساي أن أفعل من أجلك فقال الصاحبة الصوت افتح الباب يا سماح بحق الله عليك فقال السماح ولكن من سجنك في هذا الكوخ هل ارتكبت ذنبا من الذنوب فقال الصاحبة الصوت كلا يا سماح إن بعض السحرة هو الذي سجنني في هذا الكوخ فانقضيني أكون لك من الشاكرات وأقص عليك قصتي وأخبرك من أنا فغلب الفضول على الطاعة في نفس السماح فعمدت إلى المفتاح وأدخلته في ثقب الباب وأدارته فانفتح الباب وبلغ سمعها صوت يقول شكرا يا سماح إني مدينة لك بالنجاح وخيل إلى سماح أن الصوت منبعث من جوف الأرض فأجالت بصرها في أطرافي الكوخ فلمحت في زاوية منه عينين صغيرتين براقتين تنظرون إليها في مكر وخبذ ثم قال الصاحبة هتين العينين لقد انطلت حيلتي عليك يا سماح وجعلتك تخضعين لفضولك فالآن وقد أنقذتني فأنت وأبوك أصبحتما في قبضتي أدركت سماح أن والدها قد سجن في ذلك الكوخ عدوا خطيرا فأرادت أن تهرب وتقفل الباب فسمعت صوتا يهيب بها قائلا مكانك يا سماح فما عاد في استطاعتك أن تحبسيني في هذا المكان الشنيع ولا في استطاعتي أن أخرج منه لو انتظرت أن تبلغ الخامسة عشر من عمرك وما هي إلا هنيهة حتى توار الكوخ من الوجود وبقي المفتاح في يد سماح المدهوش الذاهلة ثم وقع بصرها على فأرة صغيرة بيضاء براقة العينين وكانت تضحك على مقربة منها ضحكا يشبه الصفير حتى إذا انتهت من الضحك سمعتها تقول ما ألطفك يا سماح وما أجمل أن كنت شديدة الفضول فلقد مر علي خمسة عشر عاما وأنا حبيسة هذا الكوخي الفضيع عاجزة أن أتناول بالأذى أباكي الذي أكرهه كما أكرهك أنت أيضا لأنك ابنته إني عدوة أسرتك يا عزيزتي وأنا اسمي هو الجنية المكوح وثقي أني اسم على مسم فكل الناس تكرهني ولسوف أدبعك حيث ذهبت فقال السماح أتركيني أيتها الشقية ورقدت سماح إلى المنزل وكانت كلما التفتت إلى الوراء رأت الفأرة تركض هي أيضا ضحكة هازئة وعندما وصلت إلى المنزل أرادت أن تسحق الفأرة بإغلاق الباب عليها ولكن الباب بقي مفتوحا والفأرة عند العتبتي ساخرة بما بذلته سماح من جهد ذهب ضياعا واستولى على سماح غضب شديد فتناولت مكنسة وأهوت بمقبضها على الفأرة فاحترقت المكنسة وكاد اللهب يصل إلى يد سماح فألقت بالمكنسة من يدها ودفعتها بقدمها إلى الموقدي مخافة أن يمس اللهب أرض الغرفة فتحترق فأخذ السماحة المسكينة تجهش بالبكاء وهي لا تدري ماذا تفعل وأحست بحركة عند الباب فعلمت أن والدها قد عاد فصوحت آهم هذا والدي قد رجع فرح ماك فرح ماكي أيتها الفأرة ارحل عن هذا المكان فلا يراك أبي فقالت الفأرة لا لست براحلة ولكن سأختبئ وراء قدميك إلى أن يقف والدك على عصيانك ولم تكد الفأرة تفوه بهذه الكلمات حتى اختفت وراء قدمي سماح ودخل سلام أبو سماح فحدق إليها طويلا ورعوه منها إصرار وجهها وخوفها الباد على محياها فقالت له بصوت مضطرب لقد نسيت مفتاح الكوخ يا سماح فهل رأيته؟ فقدمت سماح إليه المفتاح وقد احمر وجهها وقالت ها هو ذايا أبي ففهم أبوها ما حدث وصوح سماح أيتها الشقية ماذا صنعت؟ لقد خضعت لفضولك اللعين وأنقذت بذلك عدوتنا اللدود فانطرحت سماح عند قدميه وقالت عفوك يا أبي فما كنت أدرك الشر الذي أصنعه فقال أبوها إنه الشر الذي يخبئه العصيان وإن فاعله ليعتقد أنه شر مستصغر في حين أنه ضرر كبير فقالت سماح ما هذه الفأرة التي تثير في نفسك هذا الخوف الرهيب يا أبي فقال أبوها هذه الفأرة يا ابنتي هي جنية شريرة قديرة وأنا الجني سلامة أما وقد أنقذت عدوتي اللدود فلا حرج علي إذا أن أطلعتك على ما كنت سأغفيه عنك حتى تبلغي الخامسة عشر من عمرك فاعلمي إذن أني الجني سلامة كما قلت لك وأن أمك كانت مخلوقة من البشر غير أن فضائلها قد شغفت قلب ملكة الجنيات وملك الجين فسمح لي بأن أتزوجها فأقمت الولائم والمآدبا احتفاء بزواجي ولكنني ويا للأسف نسيت أن أدعو إليها الجنية المكرهة وكانت تضمر لي حقدا بالغا بعدما رفضت أن أتزوج إحدى بنتها فسحبت ذلك الحقد إلى زوجتي وأبنائي وبعد أن ولدت أنتي بساعات قليلة شعرت أمك بأوجاع حادة لم أستطع أن أشفيها منها فغبت عنها قليلا وجريت أستنجد بملكة الجنيات فاغتنمت الجنية الشريرة فرصة غياب وأهلكتها وكادت تمهرك بجميع الرذائل والشرور فوقفتها في اللحظة التي مهرتك فيها بفضول سوف يشقيقي ويجعلك تحت سلطانها مدة خمسة عشر عيما غير أني بسلطاني وسلطاني ملكتي الجنيات أبطلن بعض تأثيرها وقررنا أنك إذا بلغت الخامسة عشر من عمرك فلن تكون خاضعة لها إلا إذا قادك الفضول قبل ذلك ثلاث مرات إلى خطير العصي وشاءت ملكة الجنيات أن تعاقب الجنية المكروهة فمسختها فأرة وحبستها في الكوخ الذي رأيتيه وقضت عليها بأن لا تخرج منه يا سماح ما لم تفتح أنت لها الباب برغبتك واختيارك وقضت عليها كذلك بأن لا تعود إلى شكلها الأول ما لم تدخلي ثلاث مرات في تجربتي الفضول قبل بلغاك الخامسة عشر فإن قومت هذا الميل الشنيع ولو مرة واحدة نجوتي ونجوت أنا أيضا من سلطاني الجنية المكروهة فوعدت نفسي بأن أنشئك بعيدة من رذيلتي الفضول الممقوتة التي قد تعرضك للكثير من الشروع ولقد دفعتني هذه الغاية إلى أن أسكنك هذا المنزل المحاط بالأسوار وإلى أن أحول بينك وبين أنثالك حتى ظننت أني نجحت في خطتي وأنك بعد ثلاثة أسابيع ستبلغين الخامسة عشر من عمرك وسوف تتحررين من قيدي الجنية المكروهة فلما طلبت مني هذا المفتاح أمرتني ملكة الجنيات أن أجعل التجربة في متناول يدك حتى تكون مقاومتك جديرة بالثنين فأذعنت للأمر وعرضتك للخطر وكنت في هذه الساعة التي غبت فيها عنك فريسة عذاب أليم والآن وقد اقترب موعد الخلاص فلا يزال في استطاعتك أن تكفر عن خطيئتك بأن تقوم رذيلة الفضول فإن فعلتي فمقدور لك أن تزفف الخامسة عشر من عمرك إلى أمير من أهلنا هو الأمير علي فيابنتي الحبيبة قاومي وتذرع بالشجاعة لا من أجلي بل من أجلك فقالت سماح أقسم لك يا أبي إن سأكفر عن خطيئتي ولكن لا تتركني فقد تخونني الشجاعة إذا أنت ابتعدت مني فقال أبوها هيهات يا ابنتي فلم يعد في إمكاني أن أبقى إلى جانبك فأنا الآن تحت سلطان عدوتي ولن تسمح لي أبدا بأن أعيش على مقربة منك لوحذرك من الشباك التي تنسجها لك يدها الأثيمة والغريب أني لم أراها حتى الآن فمنظر حزني سوف يثير فيها المسرة والحبور فقالت الفأرة بصوتها المسلوخ وقد برزت للجنية سلامة المسكين كنت قريبة منك عند قدمي ابنتك فودع سماح الحبيبة إنها سوف تصحبني وحذيري أن تدبعنا قالت هذا وأمسكت بأسنانها الصغيرة الحدة زيل ثوب سماح وقادتها إلى حيث تريد فصوحت سماح صياح الألم وتشبثت بأبيها ولكن أحسد بقوة لا تقاوم تدفعها إلى حيث تجرها الفأرة وهم سلامة المسكين بأن يقضي عليها فتناول عصا طويلة ورفعها يريد أن يضرب بها الفأرة وقبل أن يهوى بها عليها وضعت قدمها فوق قدم سلامة فامتنع عن الحركة كأنه تحول إلى تمثيل وتابعت الفأرة أعمالها الشريرة فأحرقت المنزل وتركته طعمة للنور ثم ودعت سماح أبيها رجاء أن تنقذه إذا هي بقيت على قيد الحياة وقالت له إلى اللقاء يا أبي بعد أيام قليلة إن ابنتك سماح سوف تنقذك بعد أن كانت سببا في ضياعك وعلى الأثر هربت من المنزل المحترق وسارت على غير هدى ساعات طويلة إلى أن قابلت سيدة كانت جالسة عند باب بيتها فقالت لها إني يا سيدتي فتاة جائعة متعبة فهل تتفضلين بأن تستضفين عندك الليلة؟ ورأت سماح عندئذ الفأر البيضاء تنظر إليها في سخرية فحاولت أن تطردها فذهبت مساعيها عبثا فلما رأت السيدة هذا النضول هزت رأسها وقالت اذهب يا فتاة في سبيلك فليس لك موضع في بيتي فأذعنت سماح لكلام السيدة وأكملت سيرها ووصلت إلى غابة لقيت فيها جداول ماء فشربت منه حتى ارتوت ولقيت كذلك كثيرا من الثمار فأكلت حتى شبعت وكانت في كل هذا تفكر في أبيها وماذا يكون مصيره في الأيام الباقية على بلغها الربيع الخامس عشر وبينما كانت مستسلمة إلى التفكير أغمضت جفنيها هربا من رؤية الفأرة اللعينة فأخذ منها التعب ونامت نوما عميقا وكان الأمير علي في تلك الأثناء يصطرد في الغابة ويطوف بها في ضوء المشاعلي فسل عن دهشته ولا عجب عندما شاهد فتاة جميلة نائمة في الغابة ولا حارسا يحرصها فقال لحراسه هيؤ لها فراشا أضعوا فوقه معطفي وسأبقى ساهرا عليها حتى تستفيق ثم رفعها بيديه وكانت لا تزال نائمة ووضعها فوق معطفه وكأنما كانت تحلم فرآها تبتسم وسمعها تهمس قائلة أبي أبي لقد نجى ملكة الجنية الأمير علي إني أراه ما أجمله فذهش الأمير لما سمعها تلفظ اسمه وأمر بنقلها إلى غرفة جميلة في قصره تنام فيها وأوصى بأن يستدعوه عندما تستيقظ نامت سماح حتى صباح اليوم التالي وعندما صحت أجالت نظراتها حولها فلم تقع على الفأرة البيضاء ففرحت كثيرا ومشت إلى النافذة فشاهدت رجالا مدججين بالسلاح في بزة عسكرية برقة فهمت أن تستدعي واحدا منهم تستوضحه كثيرا من الأمور فسمعت وقع خطوات ففتحت باب غرفتها وإذا بها ترى الأمير علي كان مقبلا إليها في ثوب فاخر من ثياب الصيد فأطال النظر إليها في رقة وإعجاب فعرفت سماح به أمير أحلامها فصوحت عن غير قصد الأمير علي فقال الأمير مدهوشا هل تعرفينني فقالت سماح وحمرت الخجل تصبغ خديها لم أرهك إلا في الحلم وقصت سماح على الأمير القصة التي رواها لها أبوها واعترفت في سذاجة وبراءة بما جرها إليه الفضول من أخطاء وما أسفر عنه من نتائج سيئة وقص عليها الأمير علي كيف رآها نائمة في الغابة وما سمع منها من كلمات في حلمها ثم قال إن الذي لم يقوله لك أبوك هو أني ابن عمك وأن قريتنا ملكة الجنيات كانت قد قررت أن تكون زوجتي عندما تبلغين الخامسة عشر من عمرك فهي التي قد ألهمتني ولا شك أن أذهب للصيد في ضوء المشاعلي حتى أراك في الغابة فاقبل يا عزيزتي قصري مقرا لك ما دمت ستبلغين الخامسة عشر بعد أيام قليلة ولسوف يعود إليك أبوك فنحتفل بزواجنا فشكرت سماح ابن عمها شكرا جزيلا وتناولت طعام الإفطار معه ثم صحبها إلى الحديقة وأراها منوع الأزهار والثمار وكان في بعض زوايا الحديقة صندوق يخيل إلى الرأي أنه يحوي شجرة صغيرة ولكنه مغطى بقطعة قماش مخيطة عليه فسألت سماح الأمير ما هذه الشجرة المغطاة بهذا الغطاء الكثيف فقال الأمير في سرور ومرح هي هدية عرسنا ولكن يجب أن لا تنظر إليها قبل أن تبلغي الخامسة عشر من عمرك وتصبحي زوجتي بهذا قضت ملكة الجنيات وإلا تعرضن لكوارث فضيعة وأعتقد أن حبك إياي سيحول بينك وبين فضولك في هذه الأيام القليلة الباقية فاضطربت سماح لهذه الكلمات الأخيرة التي ذكرتها بالفأرة البيضاء وبالنكبات التي تهددها فتركت الشجرة وغطائها وتابعت هي والأمير نزهتهما في الحديقة ومضت الأيام التالية في مآدبا وأحفال صيد ونزه إلى أن جاء يوم الانتظار الأخير وفي غده ستبلغ سماح الخامسة عشر من عمرها واتفق أن كانت سماح في صباح ذلك اليوم تتنزه وحدها في حديقة القصر فجرتها قدماها إلى الزاوية التي وضع فيها الصندوق المغطى فقالت في نفسها غدا سأعرف ماذا يخبئ هذا الغطاء ولو شئت لعرفته في الحال ففي الغطاء فتحات صغيرة يمكن أن تتسع لإصبع من أصابعي أستطيع بها أن أشق الغطاء وأجهلت بصرها حولها فلم ترى أحدا وأنسيها الفضول ما يغمرها به الأمير من رعاية وحب كما أنسيها ما يهددها من أخطار فأدخلت إصبعها في فتحة من الفتحات وشدت على الخيط الذي يجمع في طرفي الفتحة فانشق الغطاء بدوي يشبه الرعد وبدت لعيني سماح شجرة جذعها من المرجين وأوراقها من الزمرد وثمارها من الحجارة الكريمة من كل صنف ولون فما كادت تبصر هذه الشجرة الغريبة التي لا يمثيل لها حتى يدوا في الجو صوت أشد من الأول انتزعها من ذهولها وشعرت أن قوة خفية قد رفعتها ونقلتها إلى سهل لمحت منه قصر الأمير ينهار وسمعت منه أيضا أنينا يقطع الأكباد وينبعث من خرائب القصر ورأت الأمير نفسه بعد قليل يخرج من تلك الخرائب دامي الوجه ممزق الثياب ويتقدم منها قائلا بلهجة حزينة يا سماح يا منكرة الجميل انظر ماذا فعلت به وبرجال بلاطي فعسى ندمك يكفر عن جحودك نحو أمير شقي أحبك ولم يرغب إلا في سعادتك فطأطأت سماح رأسها وانهمرت العبرات من عينيها ولما رفعت رأسها تريد أن تنظر إلى الأمير متوسلة مستعطفة كان الأمير قد اختفى فكاد يغم عليها ورأت عندئذ الفأرة البيضاء الصغيرة تثبو أمامها وتقول لها أشكريني يا سماح على ما بذلت لك من معونة فأنا التي وفرت لك أحلامك الجميلة التي تدور حول غطوء الشجرة وأنا التي قردت ذلك الغطوء لأمكنك من مشاهدة ما تحته فهي ارتكب حماقة أخرى من حماقات الفضول تكون لي طول عمرك فقالت سماح في نفسها إنها لخطيئتي فلولا فضولي لم استطاعت الفأرة البيضاء أن تزين لي ارتكاب ما ارتكبت من ذنب عظيم فلابد لي أن أكفر عن ذنبي وأتحمل الآلام وأقوم التجربة المقبلة مهما كانت صعبة وكيف ما كان الأمر فلم يبق إلا أن أنتظر بضع ساعات فأميري على حق حينما قال إن سعادته وسعادة أبي وسعادتي مرهونة بي فلم تجب سماح عن إغراء الفأرة البيضاء وصممت أن تبقى في مواجهة القصر الذي تحول إلى أنقاض وقضت سماح نهرها على تلك الحال فلما أقبل الليل ولف الكون بظلمه اقتربت منها سيدة عجوز وقالت لها هل لك يا أنسة الجميلة أن تحفظ لديك هذه العلبة حتى أعود من زيارتي أخت لي تسكن هذه الضواحي فالعلبة ثقيلة علي فقالت سماح وكانت فتاة تحب خدمة الآخرين حبا وكرامة يا سيدتي فسلمتها السيدة العجوز العلبة وقالت أشكرك يا أنسة الجميلة وأوصيك أن لا تنظر إلى محتوى هذه العلبة فهو أمر محتوم على كل إنسان ثم إني لن أغيب عنك طويلا وسورت السيدة العجوز في طريقها بعد أن فيهت بهذه الكلمات فوضعت سماح العلبة بجانبها وارتقبت عودة المرأة العجوز ولكن طول ارتقابها فألقت سماح بنظرة على العلبة ودهشت لما رأت أن النور ينبعث منها فأخذتها بين يديها وقلبتها غير مرة وأطولت التحديق إلى كل جانب منها فلم تتمكن من أن تعرف سر ذلك النور المنبعث منها فوضعتها ثانية على الأرض وقالت مهما كان محتوى هذه العلبة فلا يهمني ولن أفكر فيه وأعرضت سماح عن النظر إلى العلبة ثم سمعت الفأرة البيضاء تقول لها في إغراء الطراب ولحفة سماح سماح ها أنا ذي قريبة منك فما عدت عدوتك وإذا شئت أن أبرهن لك على ذلك أطلعتك على ما تحويه هذه العلبة فسكتت سماح ولم يكن لدى الفأرة البيضاء وقت تضيعه فهجمت على العلبة وبدأت تقرض غطاءها فأمسكت سماح بالعلبة وضمتها إلى صدرها وقالت أيتها الوحش الضاري لو لمست هذه العلبة ضربت عنقك فرمت الفأرة البيضاء سماح بنظرة يتطاير منها الشرر ولكنها لم تجرؤ على التعرض لغضبها وبينما كانت تفكر في وسيلة تغري بها فضول سماح دقت بعض الساعات إثنتا عشرة دقة معلنة انتصاف الليل فصوحت الفأرة البيضاء في تلك اللحظة صيحة يأس قاتل وقالت لسماح يا سماح لقد دقت ساعة مولدك وبلغت الخامسة عشر من عمرك ولم يبق هناك شيء تخافينه مني فالوداع يا سماح ولك الآن أن تفتح العلبة واختفت الفأرة البيضاء بعد أن لفظت هذه الكلمات أما سماح فقد جنب الحذر من عدوتها أن تعمل بنصيحتها وعزمت أن تحفظ العلبة كما هي حتى طلوع الصباح ولم تكت تقرر ذلك حتى أصوب العلبة حجر رماه غراب كان يحلق فوق سماح فتحطمت إلى ألف قطعة واستولى على سماح ذعر شديد بدده وجود ملكة الجنيات أمامها تحييها وتقول لها تعالي يا سماح فإني معيدتك إلى أبيك وعلى الأثر رأت سماح إلى جانب ملكة الجنيات مركبة يجرها تنينين فركبتها الملكة وأركبت معها سماح وقالت لها إن والدك ينتظرك في قصر الأمير فقالت سماح ولكن قصر الأمير قد تهدم والأمير نفسه قد جرح وأحاطت به الفيقة فقالت ملكة الجنيات لم يكن هذا إلا وهم قصدنا به أن نصور لك بشاعة الفضو ونجنبك السقوط فيه مرة أخرى وما إن أتمت ملكة الجنيات هذا الكلام حتى وقفت المركبة قرب باب القصر وكان أبو سماح والأمير وجميع أهل البلاط ينتظرونها فارتمت سماح بين ذراعي أبيها ثم بين ذراعي الأمير الذي نسي ما ارتكبت في اليوم السابق وكان كل شيء معدا لمراسيم الزواج فاحتفلا به في الحال وشهدت جميع الجنيات الأعياد والولائم التي استمرت عدة أيام وعاش أبو سماح مع ابنته وصهره وشفيت سماح من رذيلة الفضول وأحبها الأمير حبا شديدا طول حياته ورزق بأبناء على جانب كبير من الجمال واختار له من العرابات جنيات مقتدرات يحمينهم بإذن الله من كل جني شرير وجنية شريرة وإلى هنا انتهت الحكاية انتظرونا إن شاء الله على قناة كنز الحكايات والقصص اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة